السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد كناكلي اومد وهي معاينتنا الكاملة لعملاق سامسونج الجديد اوديسي ارك تتذكروا لما عينت شاشة السامسونج اوديسي جي 9 كيف اطلعت اطلع بره للستوديو القديم لانه مساحته ما كانت كافية لها الان شاشة السامسونج اوديسي ارك حتى الستوديو الجديد ما شاء الله مش كافية لهاي الشاشة اغرب شاشة شفتها بحياتي لغاية الان بقياسة 55 انش هاي مونتر وليس التلفزيون مع الستوديو الجديد والكاميرا ابعد اشي العدسة مش موصل طرف الكارتوني من الاسفل خلينا نشوفها مع بعض 55 انش سمارت مونتر يا جماعة 4K 165 هيرتز HDR 2000 اوكي في عنا ملحقات غطى بلاستيكي لظهر الشاشة عشان نخبي الاسلاك منسقات التركيب واستهلاك الطاقة كمية مولسترين هائلة عشان نتحفع الشاشة والشاشة نفسها شايفية الكرف تباعها في عنا دراع الشاشة اللي بتهيالي اتقرب للشاشة نفسها في عنا القاعدة اللي ايضا مش خفيفة في صندوق قطعة الون كونكت واخيرا الشاشة اللي لازم اجيب حدا يطلع حماية عشان ما بدي اخضر قليلا نشوف الملحقات سلك HDMI 2.1 سلك باور او كهرباء ريموت سامسونج الجديد اللي هو نفس تبع التلفزيونات في خلايا ضوئية بالخلف تخليه يشحن وايضا بشحن بطاليته من بورت التايب سي اللي عليه لدينا هذا الاختراع الجميل اللي هو ال اوديسي سمارت كونترولر اللي بتحكم مباشرة بالاشياء الاساسية للشاشة من هالمداخل اسمع صوت النوب او العجل زي الراديوهات القديمة كتير حلو في عنا سلك الالياف الزجاجية او الفايبر اوبتيك كيبل اللي نستخدمه عشان الون كونكت الجهاز الرح نوصله كمان شوي اللي رح تدخل فيه كل البورت او المداخل تبع التلفزيو وطبعا كتيب الارشادات وهي قطعة الون كونكت اللي من اسمها من وصل سلك واحد فقط منها للشاشة وكل التوصيلات تيجي بهاي القطعة من الاعلى الفنش تبعتها بتلمع ولطيفة من الاسفل الكتابات وخرابيش من الامام جاي سودو بتلمع من الخلف في عنا فتحات تهوية وصلة الون كونكت اربع وصلات HDMI 2.1 واحدة منهم تدعم ARC عشان الصوت المحيطي وصلة الLAN وصلة الاوبتيكال اوديو في عنا وصلات الاكستندرز للسماعات والUSB Type 3 في كل هاي الحفلة تركيبه سهل ندخل هاي الفرزات من هاي الجهة بعدين نضغطه من المنتصف وبس لان لما احكي ان هاي اغرب شاشة شفتها بحياتي فانا ما بابالغ ابدا لانه سامسونج حطت كمية مواصفات وخصائص بهاي الشاشة عادة الشركات الثانية ما بتقرب عليها او بتخاف تعمل منتج زي هيك اولها انه هاي الشاشة monitor اللي هي شاشة كومبيوتر وليس تلفزيون بقياس خمس وخمسين انش منحنية curved والكورفيتشر تبعها او الاحناق الالف ار اللي بيجي اعلى من الالف وثمانمية ار تعودنا عليه بشاشات الاوديسي واخرها شاشة الاوديسي جي ايت اللي عاينناها الاسبوع الماضي هاي رابط تبعها طالع الزاوية لانه كتير مواصفات موجودة بالجي ايت موجودة بهاي الشاشة فالبانل هي كوانتوم ميني ال اي دي وليس كيو ال اي دي متعودين عليها اللي فيها مناطق اضاءة كتير اكبر من الال اي دي العادية وادها بيقرب كتير من شاشات الاولد من ناحية التباين البياض والسواد مع سطوع اعلى من الاولد ودوم مخاطر البرن ان نوع البانل هي في اي زي الاوديسي جي ايت وكل شاشات سامسونج الكيرف للالعاب اشهر مشاكل ال في اي اي مقارنة مع الاي بي اس هي شغلة الجوستينج او الشبحية لما يكون في عنا باكراوند او خلفية سودا ومؤشر الماوس الابيض بتحرك عليها بنحس زي في شبح هيك بطارد الماوس نفسها ولكن هذا الموضوع خف كتير مع الكوانتوم ميني ال اي دي مقارنة مع الكيو ال اي دي من الجيل السابق اما مواصفات الالعاب الاسمة فهاي شاشة وضوحها 4K 3840 بي 2160 يعني بتشغل 2160 بي على تردد 165 هرتز يعني 165 اطار بالثانية وسرعة استجابة 1 ميلي سكند غري تو غري او جي تو جي اللي هي مواصفات جدا خرافية على اي شاشة الالعاب وكل هات بحجم خمس وخمسين انش ولانه حجم الشاشة كبير صوتها جدا خرافي وعالي وبتدعم صوت محيطي Dolby Atmos هاي شغلة جدا خرافية بالنسبة لي انا شخصيا من الخلفي عندنا خطين اضاءة واحد علوي واحد سفلي بيجو RGB بتقدر تغيروا لونهم زي ما بدكوا او اتفعلوا الامبينت لايتنج انه بتصير الاضاءة تتغير حسب المحتوى للعبة اللي طالع عندكم على الشاشة فهي شغلة لطيفة تشتغل اوتوماتيكيا من سامسونج زي شاشة الجي ايت عشان يعني تدخلكم بالمود وانتبتلعبوا لان مساحتها على المكتب نفسه مش كتير عالية ولكن ارتفاعها عالي كتير ووزنها عالي كتير عشان تحمل هال 55 انش مع الكيرفشرة تبع الشاشة وتوازنها جدا متينة جدا ثابتة مكانها مستحيل تتحرك او تغير مكانها اما الشاشة نفسها نقدر نتحكم فيها نعملها سويفل وتلت نقدر نرفعها وننزلها نقدر نعملها بوضع عمودي اللي سامسونج يسموه متصورين معي وضع عمودي لشاشة 55 انش بينحناء ألف آر الموضوع جدا غريب ما بيناسب كتير ناس ولكن له استخداماته لانه هاي الشاشة نعمل قياسة 55 انش و 4K عبارة عن ثلاث شاشات 27 انش محطوطين فوق بعض بالوضع العمودي و 4 شاشات بترتيب مربع لما تكون بوضعها الأفقي فهذا الحكي جدا 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 مجنون يعني تذكروا الجي ناين قليش كان حجمها كبير جدا هاي عبارة عن شاشتين جي ناين فوق بعض لانه الجي ناين عبارة عن شاشتين 27 27 حط كمان جي ناين هاي كمان شاشتين 4 شاشات 27 بطلع عندنا شاشة واحدة 55 انش جمال يا جماعة ومش بس هي قطعة الون كونكت اللي هي عبارة عن صندوق في كل المتحكمات تبعات الشاشة منوصل في كل اشي بطلع منها سيلك واحد من هذا البوكس او الصندوق الى الشاشة سيلك فايبر أوبتيكس من الالياف الزجاجية بيحمل كل الاشارات الى الشاشة وعبارة عن مبدأ جدا 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 جميل هذا مش اول منتج بطلع عليه الون كونكت تلفزينات سامسونج من زمان من سنوات عديدة ولكن مع هاي الشاشة اول مرة بشوف سلك بهذا السمك لانه فيه اربع وصلات HDMI 2.1 على الون كونكت فنقدر نوصل اربع مصادر بنفس الوقت وواحد منهم بدعم الER للساون بار تبعات سامسونج او اي ساون بار اخرى لان مع اني بحبه مفضل الديسلي بورت ولكن اربع HDMI 2.1 بهاي الشاشة ما عندي مشكلة فيها فالسلك الوحيد اللي طالع من الشاشة الى الون كونكت باركت الشاشة اسهل بكتير ونقدر نخبي الون كونكت بمكان اذا ما بدنا نورجي ولكن انا شخصيا خليت اظهر لانه قطعة لطيفة ويقدر اوصل اوفكك منها بسهولة جدا والاشي اللطيف انه بمجرد ما غيرنا وضعية الشاشة من وضع الافقي الى العمودي واتوماتيكيا تقلب وضع العمودي كيف التليفونات لما تقلب التليفون مواشرة بيغير هاي نفس الاشي وهذا الاختراع من اجمل اشياء الموجودة بهاي الشاشة الارك دايل النوب اللي بتلفلف التحكمات الاساسية تبعت الشاشة الموجودة هون مع خلايا شمسية عشان تشحن هذا المتحكم لبوصل بلوتوث مع الشاشة ما استخدمت اليو اس بي ابدا ما فيه داعي لانه بشحن حاله بحاله وبطلت استعمل الريموت صراحة استعمل هذا الريموت مرمي وبستعمل الارك دايل لانه ممتع جدا وصوته كتير خرافي وميزة اضافية فيه عن الريموت انه فيه كبسة المولتي فيو اول ما تكبسها بتطلع لك القائمة بتحدد فيها شو الابليكيشنز اللي بدك تشغلها شو وضعهم افقي عمودي الى اخره او تغير ترتيبهم اسهل بكتير بهاي الاداة الارك دايل من الريموت فيه ميزة جدا خرافية بمنتجات سامسوك من هذا الجيل الجي ايت او شاشة الارك او منتجات اخرى زي التلفزيونات اللي هي المات فنش او الانتيقلير الشاشة بطلت تلمع او تعكس هاي ميزة او وخاصية ضرورية جدا ما بعرف ليش ما كانت موجودة زمان بالتلفزيونات والشاشات لان اللمعة خصوصا لما تكون الشاشة سودة جدا جدا مؤذية لما تكون ضاوي ضو او عامل اشي اضاءة مش مخفية جدا الموضوع مش مريح ولكن بهاي الشاشة والجي ايت ما فيه انعكاسات ابدا قليل جدا وصعب جدا تنعكس الاضاءة عن هاي الشاشة فتجربة الشاشة بوضعيات الانارة المختلفة جدا ممتازة لان من ناحية سوفتوير هاي الشاشة عليها نظام تايزن او اس المحدث ولكن مع شوية خصائص مخصوص لالارك زي مثلا المولتي فيو اللي شفناها اللي بتقدر تحط اكتر من مصدر على هاي الشاشة بوضعيات افقية او عمودية تقدر تحكم ب احجام و اشكال و اماكن كل تطبيق او مصدر احنا شغالين عليه في عندنا الفلكس فيو او وضع العرض المنن اللي هو اشي جدا جدا لطيف فرضا ما بدك 4K 165 هرت ما بدك تعرض على كل الشاشة بتقدر تعرض على 1080p تقدر تعرض على 21 تسعة 16 لتسعة 32 لتسعة بتقدر حطها 1440p تقدر تحدد مكان الشاشة يمين شمال بالنص بالأعلى بالأسفل انت بتتحكم وين مكان العرض اللي بدك هي بالظبط وحواليها بصير في عندنا اللي هو زي جرافيكس او اشياء انيميشن بتطلع عشان ناسب الاضاءة اللي طالعة من الشاشة تقدر تعملها كاستومايز زي ما بدك او تتركها هذا طبعا بالاضافة للخصائص والمزايا اللي موجودة بتلفزيونات سامسونج ثاني لما احكي تلفزيونات لانه هاي الشاشة عليها تايزن فنظام تايزن موجود على التلفزيونات فبكتير خصائص بهاي الشاشة بتحسها تلفزيون يعني يميحكي عن الجيم بار او شريط الالعاب والخصائص المختلفة اللي جاي تحته كل خيارات الالعاب موجودة فيه وطبعا تطبيق سمارت تنجز الذكي اللي من سامسونج فبتدروا تحكموا فيها بمتحكمات صوتية مختلفة مش تنجز سمارت تنجز بس ممكن جوجل هلو او امازون اليكسا على فكرة نظام تايزن الجديد صار يجي معه قائمة خاصة للالعاب اسمها game hub اللي بتدعم منصات العاب مختلفة زي اكس بوكس او جوجل ستيديا اللي التغت على فكرة نيجي للأداء وكالعاد نبلش بفحوصات اللي بتعطينا اندكيشن او انطباع عن اداء الشاشة بالمواصفات اللي كانت مكتوبة على الورق زي الرفريش ريت التردد تباعها كم فرين بتشغل بالتانية الليتنسي او سرعة الاستجابة واداءها تحت ظروف مختلفة زي مثلا الالعاب او الشغل المكتبي انتاج المحتوى بتحرك ماوس بطريقة سريعة الى اخره الى اخره وكل الانتاج اللي شفناه كانت مطابقة لمواصفات سامسونج اللي حطوها على الورق فاداء الشاشة ممتاز من ناحية ارقام وضوح سرعة استجابة تردد الى اخره الى اخره اما تجربة الشخصية والفعلية لهاي الشاشة فصالي تقريبا ثلاث اسابيع باشتغل عليها كشاشتي الرئيسية بالستوديو اقل اشي بكتر احكي عن هاي التجربة ان تجربة خرافية جدا وغير شكل الان اكيد اول ما تستخدم هاي الشاشة لازم تتعود عليها لانه حجم جدا هائل شغلت انك تطلع فوق حجم الشاشة سبعة وشي انش او اثنين وثلاثين انش اشي جديد علي او اعتقد جديد على اي حدا ما استخدم هاي الشاشة قبل هيك ولكن الملتي تاسكين تعدد المهام افتح اربعة ويندوز على هاي الشاشة فريمير براوزر فاتح مجلد مثلا فيه ملفات فاتح اشي مالوش علاقة اكثر من شغلة مع بعض ممكن احضر اشي وانا قاعد بشتغل خلاص تلطلع عيني عليه بحضر وانا قاعد بشتغل برجع على الشغل مرة ثانية فانا حدا هيك بعمل لما اكون بشتغل بكون فاتح ميت اشي فشغلة انه بقدر افتح اربع اشياء مع بعض اركز على شغلة واحدة بالاسفل زيك انها شاشة جي ناين بعدين تو ويندوز فوق تو ويندوز جنب الى جنب الوضع الافقي جدا جدا خرافي الان الوضع العمودي استعمالي اقل عشان اكون صادق ولكن الاستخداماته ممكن احط ثلاث شاشات 27 انش فوق بعض اكون باشغال على الشاشة اللي بالاسفل والكوكبيت فيو هيك بسموه سامسونج كوكبيت فيو يعني انك موجود بمركبة فضائية قاعد تتفرج للاعلى على الداشبورد الموجود امامك تجربة خرافية جدا لما تعمل ميرور للتليفون على الشاشة بطلع تليفونك فاتح والله مثلا تيك توك او ريلز او شورتس بوضع عمودي على هاي الشاشة تجربة جدا خرافية والصوت الصوت يا جماعة ما عم اللي شفت شاشة ولا حتى التلفزيون صوته زي صوت هاي الشاشة لانه دعم دولبي اتموس بالبادي تبع الشاشة اللي جاي اسمك من التلفزيونات صار تركز على سماكة قليلة جدا تجربة الصوت جدا خرافية عالية وكتير اميرسيف يعني بتنغمس باللعبة او الاشي اللي انت بتحضر فيه الالوان والصورة خرافية يعني فرقت عن شاشة الجيناين اللي عندي لانه اللي عندي مش نيو يعني مش التقنية الجديدة للشاشة هاي جاي احدث منهم التنتين فوضوح الصورة افضل بكتير انا بستعملها تقريبا 80% لانتاج المحتوى لعبت 20% العاب لان انا موجود وعند ضغط الفترة هاي فمعظم الشغل ولكن الالعاب اللي عبتها ايضا تجربة كانت خرافية جدا ما بدي اشغلها على الوضع العالي كتير ممكن ازغر الشاشة او اشتغلها على فلكس مود ولكن صراحة البعد اللي موجود على المكتب للشاشة كنت اتصور انه بدي مكتب هيك مترو عشرين عمقه عشان ابعد الشاشة كتير ولكن لا ما في داعي لهذا الكلام مكتب بعمق على الاقل ثمانين سانتي بكون ممتاز جدا يعني بس اقل من هيك بدك مكتب اعمق من هيك عشان تقدر تكون متابع لكل شيء موجود على الشاشة بدون ما تتعب عينك او رقبتك فكل هذا الكلام اللي حكيته هو جزء الايجابيات من الخلاصة تبعتين روح للاشياء اللي نص نص او الاشياء اللي كنت حاب تتحسن ولكن ممكن اعيش معها بدون اي مشاكل كنت حاب اشوف ديس بلي بورت ولو على اقل واحد على هاي الشاشة ولكن زي ما حكيت اربعة HDMI 2.1 ما عندي مشكلة فيهم حسيت بهاي الشغلة البانل تبعتها الطريقة اللي تشتغل فيها الاستجابة تبعتها هي مونتر وليست تلفزيون كنت بحب اشوف كبسة ميوت على الارك دايل مش بس على الريموت لانه عكتلكم انا ما بستعمل الريموت نهائيا ولا حتى بستعمل الجويستيك الموجود على الشاشة بستعمل الارك دايل طول الوقت فلو عليك كبسة ميوت الموضوع بكون خرافي جدا لان لازم من كبسة واحدة نقدر نوقف الصوت لان السعر والسعر مقابل اداء وميمكن يشتري هاي الشاشة ونصائح لكم راح خليها باخر جزء من الخلاصة اللي راح تكون بسكشن النصائح وليس الايجابيات والسلبيات او النص نص نيجل السلبيات في عنا سلبيتين واحدة سلبية نص نص وواحدة سلبية كبيرة جدا مرس بيلي النص نص او مائلة للعالية انه هاي الشاشة تدعم فقط AMD FreeSync Premium Pro زي الجي ايت ما بتدعم جي سينك بأي مستوى مستوياته فهاي خبرية مش كثير كويسة لأي حدا عنده كرت انفيديا ولكن هاي المواصفات 4K 165 هرت ممكن ما تحتاج جي سينك بالقدر اللي انت نفكره لانه 4K 165 هرت مش اي كرت راح يشغل هاي الوضوحات بالذات العاب للتريبل اي ممكن ال4090 الجديد شفتوا مواصفاته وشفتوا اداؤه هاي الفيديوهات طالة على شاشة اللي فيكم حب يشوف نظرة متعمقة كتير على معاينات ال4090 الآن سلبية الثانية والرئيسية وبنسبة لي كتير كتير ضايقتني بهاي الشاشة انه ما بتقدر تعمل ملتي فيو لأكثر من سورس على HDMI تقدر تعمل سورس واحد فقط HDMI سواء 1 2 3 و 4 واي اشي تاني بطلع على الشاشة هو او تطبيقات من الشاشة نفسها فهي شغلة غريبة جدا يعني البي اي بي اي بي اي بي مش موجودة بهاي الشاشة مع انها موجودة بالجي ناين موجودة بالجي ايت موجودة بكل شاشات سامسونج الاخرى فهي الشغلة كتير ضايقتني لازم يكون في فيكتر انبكتر بقدر احط انا HDMI 1 و 2 جن بعض او فوق بعض او غير احددوني باماكن لهم بس لازم يكون عندي اكثر من سورس على الاقل اقدر احط 1 و 2 و 3 و 4 1 و 2 اقدر احط سورسين او مصدرين HDMI 1 و HDMI 2 بس ليش بس مصدر واحد لل HDMI باقي الاشياء على التطبيقات بزعلتني هاي الشغلة كتير فضرورية تنحل ضرورية لان انا بستخدمها لنتاج محتوى ممكن اكون اصور بنفس الوقت ومشغل وانا بسجل صوت فبدي اكثر من سورس مع بعض ويأتي لاخر نقطة وهي السعر والسعر مقابل الاداء والنصائح مين ممكن يستخدم شاشة زيها سعر هاي الشاشة 3500 دولار مش سعر قليل ابدا لانه شاشة زي ما حكيت منتج الاول من نوعه منتج جديد باول جيل اله بمواصفات خرافية فضائية غريبة جدا الان 2500 دينار اردني سعر هاي الشاشة بالسوق الاردني قاعدين بنحكي عن سعر تلفزيون زائد شاشتين 4K 144 هرتز تقريبا بهذا الرينج قاعدين بنحكي فمين ممكن يستخدم هاي الشاشة حدا بدي يدمج كل هاي الأشياء مع بعض بدي يجيب تلفزيون ألعاب زائد شاشة او شاشتين ألعاب 4K 14 هرتز او اعلى من هيك ثلاث شاشات ممكن هذا الشخص لازم يكون باستخدم الشاشة تبعته اللي هي الاول ان وان باكتر من استخدام لازم يكون عنده بي سي عشان يلعب عليها ألعاب كونسول يلعب عليها ألعاب بعمل إنتاج محتوى هاي الشاشة وبتفرج تلفزيون فحدا يدمج كل هاي الأشياء مع بعض بستتاب واحد عنده بالبيت او مكان العمل تبعه بيستفيد جدا من هذا الموضوع زي ما انا قاعد بعمل بالستوديو تبعي غير هيك زي اي منتج هاي اند بريميوم يعني مش بس هاي اند بالفئة العليا بريميوم لا ناس معينة مش لا اي حدا مثلا انت جاي تجمع تجميعها ب1500 دينار او مشتري بلاي ستيشن فقط بدك تجيب شاشة زي هيك ما رح تستفيد من الخصائص الخرافية جدا الا اذا انت حاب عن جد هاي الشاشة والمواصفات الفضائية تبعتها شغلة ثانية الـ Vertical Mode جدا مفيد بالذات لحد بيئة عمل بديو واجه لأكثر من حدا فبقدر اتصور استعمالات كثيرة لهاي الشاشة بس برأيي الشخصي لازم يكون عندك استعمالات متعددة اكثر من كيس تستخدم فيها هاي الشاشة عشان تقدر تبرن تدفع price tag عالي لهالدرجة عشان تجيبها فحكو لي انتو شو رأيكم بالتعليقات هل ممكن تجيبوا شاشة زي هي واذا ممكن تجيبوها شو البلاتفون المتعددة رح تشتغلوا عليها درجة محتوى بي سي كونسول تلفزيون موبايل شو رأيكم بالنهاية شكرا لكم على المتابعة عشان اكون اعجبكم هذا الفيديو اذا عجبكم اعملوا لا تنسوا تشتركوا بالقناة واتفعلوا الجرس التنبيهات عشان توصلكوا اي فيديوهات جديدة مننا شو رأيكم بشاشة الـ Odyssey Arc بدنا نسمع رأيكم بالتعليقات ومشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم تحيه كبير جدا من داركم اني انا ماضي سلامة